بسبعة عشرة لما صارت الاحداث انا بنفس اليوم اجي دوروا علي تحرية عند اهلي فاستغربت انه امي بتقول لي عم بدور عليك البوليس وهيك بحكي لها ليش بتحكي لي مش عارفة فبقول يعني ايش انا مساوي انا كنت عادة يعني انا دائما بنزل منشورات على الفيسبوك عادية يعني ما فيهاش حتى ولا اي عنصرية كانت ولا اشي انه تؤدي لا اعتقالي فقلت حتى لو الاشي هني عشان هيك ما جايين يعتقلوني راح يكون اكيد تحقيقه اروح ما اجاش ببالي لرحوة اني انا راح نحبس فاجه اول مرة اجه اتاني مرة اه تالت مرة اقول لي ازا انت بتجيش تسلم حالك احنا نعتقل الاخو فاضطريت احكي لاخوي انه ازا بيجوا عندك اه كمان مرة احكي لهن او خلي زوجتك تحكي لهن انه احنا فاش بنتباصل ونحكيش مع بعض عشان انه يفلتوا فبالاخر حكيت لنا انا بكرة باجي يعني بعد ثلاثة ايام انا رحت سلامة حالي لهوب عشرة عشرة سلامة حالي على بنا انه تحقيقه مروح بتفاجأ اه من الطريقة اللي حكى معي فيها المحقق يعني المحقق اه اه او ايش انا انا اقعوني حوالي سبع ساعات اه استنع بين ما يجي المحقق وتحرية كل شوية واحد يبلش فيه يتحشر مع فيه ساعة واحد يخبط شلوط على اجري ساعة مش عارس شو بقى لان اشفيه وواحد يقولي ان فالتوه متحكوش معه اشي فابتحقق معاي قريب الاربع ساعات زاي اللي تقول حسيت حالي عن جد بارش اش عامل يعني بالاخر اصلت لمرحلة انه قلت يلا اسا بعد التحية اكده اروح يعني انا كنت متاكد انه مروح ولا بقولي بدك تحكي مع محامي ازا بدك تحكي مع محامي من حقك انك تحكي بس مع محامي قلت له لا انا مش بحاجة لمحامة اصلا انا مش هعمل ايش عشان اه اتصل بمحامة ولا بقولي لا لا انت راح اتطول معنا اعمل حسابك راح اتطول معنا فا انا استنتجت هنا انه فيش ديمقراطية بالمرة لو انه تحت حكم ديمقراطية طب انا بقدر احكي واكتب ايش بدي حتى لو لا صمح الله يعني وصلت لمرحلة اني انا اكون محرد مثلا بقوله بس انا شفت اه منشورات تاني لناس اه غير عرب اه منشورات كانت اه اه لا تدمير غزة ولا قتل اهلنا في غزة لا كل هاي الامور وما حداش حكي معهم ولا حدا انه هزله شعره ليش احنا على اي اشي صغير ان كان اي اي قرآنية او دعاء او اي اشي من نزله فجأة صرنا محردين فحكي لي اعمل حسابك اخرى عشر سنين بس تروح من السجن اه كيف تربي ولادك انه يحبوا اسرائيل وانه يخدموا بجيش اسرائيل لانه انتو العرب اه بتاكلوا بالصحن وبتبزقوا فيه حشاكوا يعني فبقول له ل щими تعمل تحكي هيك بقول له انه احنا معطينكم كل اشي معطينكم تأمين وطني معطينكم ارزاق معطينكم كل اشي قطلねぇ اول اشي الرزاق الله والتأمين الوطني هاد اللي انت عم تحكي عنه هذا من جيبتي وجيبتي فلان وجيبتي علان الناس بتدفع للتأمين الوطني ولو التأمين الوطنيه بيفرق على الناس اللي ما معنا فما حدا مفضل على حدا يعني فبقول لي طيب انا اليوم بشوف شو بساوي معك? انا حطيت ايدي هيك وبلاش احق هيك قدامه. بقول لي مالك. قلت له ايشك تساوي معي يعني اكتر من هيك. قلت له انا اكلت قتلة بحيفة وانا موقف. يعني لما اجي فوتوني على الغرفة اه دبحوني من القتل. عشر تحرية منهم تسعة ضربوني. قلت له كله ترفش بترفش. وفكرت انه خلص خصت القصة. وصلت على مجده. برضو ضربت قبل ما افوت على قسم اللي بفرقوا فيه من القسم هذا على باقي الاقسام. اه اسا جبت جبتني لعندك صرت تحكي معي بطريقة كان افصل ايش انا مساوي. بقول لي طيب خلص اليوم انا بشو شو بساوي معك. رجعوني على القسم اه تبع الاستقبال هذا. فبعد صلاة المغرب اه بيجوا علي اتناشر اه سهر اتناشر سجان. بيفتحوا الباب علي بقول لي تعال اطلع بيكلبشوني. اه بسحبوني بقول لي ون رايحين? بقول لي اسا بشوف ون رايحين. ضلنا طلعين توصلنا على منطقة بين القسم هذا وبين الزنزين فيهاش كاميرا. ولا ما بحس ولا اول اشي فقعني كف على وجهي ولا بقول لي بتكره اليهود وبتحرد على اليهود. وهو عربي يعني السجان اللي كان معي. هنين اتناش كان من هن عشرة عرب. بقول له شوي شوي اول اشي ايش انا عاملت ان كنت تساوي فيي هيك. ما بحس ولا بلا شوكريت ان هجموا علي دبحوني من القتل. صاروا يخطوا عن جنبه طرف. وايدي انكسرت. وهي لليوم بعد معلمي شايفين? ايدي لليوم بعد معلمي. انا حطولي. حطولي زي اشي ريتها جامد قلم على فافة. اه بعد ما انضربت وانكسرت ايدي. طبعا بفضل من رب العالميني لانا ايسا مش حاسس بوجع غير لما بكون نيمز بنام عليها بحس. لليوم هاي دزر بعده برا. ووجي هون اتعور كتير يعني وقته وكان هيك نافخ وهي عيني. لحد دتي اليوم بشوف ايها بغباش. حط رحت عالمستشفى بعد ما روحت وبالمستشفى مساعدونيش باشي يعني عالفاضة. يعني فايت عن جد بتعب نفسي. صار عندي ازمة نفسية. للي انا ما رأته هناك. يعني ما حداش بيصدق الا اللي بيشوف. انا لما كانوا يحكوا الشباب عن ايش كان يصير هناك قبل. وطبعا احنا الكل منعرف انه حياة الاسرة كانت احسن من بعد سبع عشرة. ومع كل هذا كان تفوت عليها الوحدات وتضربين وتسوي شغلات لادفه الاسباب. ازا بشوف اي صوت ولا ضج ولا اي واحد بنادي من اللي بوابه بقول ما تستقبلوش الاكل عشان الكمية الاكل كانت قليلة وصلنا لمرحلة انه صار كل الاسرة بداش تستقبل الاكل. صار يقولوا كرمتنا عم تنهان. وصلنا لمراحل يعني كتير وسخة. اه الناس اللي عم تموت بغزة من الجوع مش احنا مش احسن منهن. فعشان هاي الكلمة اجل مدير السجن جبله قوة بتخوف اخدوه وادوه على الزنزين. قاعد فترة بالزنزين حوالي واحد وعشرين يوم بس عشان قال بدناش نستقبل الاكل. تهموه بالتحريض. حطوه هناك. قال بيجي عليه واحد زي معالج نفسي بقوله انت لاش ضعفان? بقوله شو يعني لاش ضعفان? ما توا شايفين قلة الاكل احنا اربعتاشر واحد بغرفة. عم ناخد اكل لست اشخاص عم نوكله اربعتاش. مش نص. هقل من النص. كانوا جيبونا صحنين رز. في واحد بالغرفة كنا احنا موكلين ونفرق الاكل على الكل. صحنين رز باليوم بيجي مع بيضة يوم ايوم لا. عدس هالقدة بيكون لكل واحد. وصحنين رز هدول بتوزع على اربعتاشر شخص. بكوباي. تاعة احوديت الاستعمال. تاعة المي. كنا نعب فيها رز لكل واحد كوباي. وعدس هالقدة. الزيادة عليهم. حب اه يعني بيضة واحدة يوم ايوم لا. والخبز كان خبز هدا المقطع الفرنجة لكل اتنين رغيف. تخيل انت رغيف لكل اتنين لكل النهار. هدولة لازم يتاكلوا كل النهار. يعني عشر عشر شرايح يعني. طبعا بعشرة اربعة. اول يوم عيد الفطر. كنا عم نصلي صلاة العيد. بقول له وصل الخبز. انا بعرش ليش بلاشت بالخبز خلصت كليته. كان معي اسير صلى واحدة وتلاتين سنة. كان معي ناس الغرفة اسمه محمود عيسى من عناتة بقول لي ما لك عم يوسف شو صير اكلت اكلت الخبز كله. بقول له يا زلمي انا نمت بالجوع نمبرح مش قادر يعني عم ننام بالجوع كل يوم خليني يوم احس حالي اني شبعت. بقول له مش عارف عندي احساس دي يصير اشي مش مخصفوطه. بقول لي لقت له اليوم اول يوم العيد. وشايف القسم كل ياته هادئ. انا لما بشوف هدوء كنت اشك انه دي يصير اشي وكان يصير. فجأة بتفوت علينا واحدة. احنا كنا عشرين غرفي بالقسم. فاتوا على اربع غرف. دربونا دبحونا للاتل. دبحونا دبح يعني. عادة بيجي اكتر من اسبوع مش قادر انام على الجنب هذا من واجع دلاعي. فترة الشتاء من كترة ساعة وما فاش اواعي طويلة. في اواعي الاسرى اللي نقلوهن من سجن نفح على سجن النقب ما ابلوش يخلوهن يخدوا اواعيهن. فانا اه لميت الاواعي اللي خلوهن اياهن صرت امزع بلوزي بالنص واخيتها كمام لبلوزي لنصكم التاني واعطيها للشباب اللي ما عنيش اواعي طويلة. هيك كنا ندفي حالنا. وفي بلوزات تاني اللي هي مثلا اديمي كنت قصة من فوق بالشفرة. شفرة الهلاقة كنت قصة من فوق. واخيتها وادايقها واسويها طوائل الشباب. خياتت مئة سبعة وعشرين طائية وفرقتنا على الشباب. وخياتت ستين بلوزة او اكتر. فالكل كان مبسوط. الحمد لله رب العالمين اني انا قدرت افرح الشباب على قليل بهاي الامور. ففي ايام مرأة شوية منيحة. بس باقي الايام كانت كتير عاطلة. والسجانين احترامنا بني معروف. يعني بني معروف حابا يبنوا على راسي من فوق. بس في كتير سجانين من من الطائف المعروفية. كانت معاملتهم بالمرة مش منيحة لانه. من ناحية الضرب. من ناحية المعاملة. من ناحية حتى ازا مسكوا الم مع واحد يجيبوله وحدة عشان يخدوا منه الالم ويتهموا انه ايش? هادا الالم عشان اه يطعم فيه. يعني شوف لوين? كتير امور كانوا يلابسونا فيها تلبيس واحنا مش عاملين اشي. احنا مرأنا ظروف عن جد مش منيحة. والحمد الله رب العالمين. الحمد الله رب العالمين اني انا روحت لبيتي سالم غاني معايش. يعني بعد الظروف اللي مرأتها. ظروف يعني قد ما احكي قد ما احكي بخلصش. انا ثمن شهور مرأة عليك انه ان ثمن سنين. والله انا لو انكم اجيتوا حكيتوا معاي اول ما روحت لما توصلتوا معاي وما قدرتش احكي وقلت لكم اخرى اكمن يوم. وشكرا على انكم اهتميتوا بالموضوع. بس انا ما كنتش قادر احكي. كنت كل ما اجي احكي ابكي. كل ما احكي ابكي. ان كان على حالي ان كان على اسرى اللي دشرتنا وراي الله يكون بعونا. يعني كل يوم كل يوم عملي شكل. كل يوم عملي شكل. سجن عقاب. اه حطونا خط اصفر بالغرفة. هذا بقى اخر الغرفة لما يجي عندونا لازم نوقف ورا الخط الاصفر من خوف انه ايش حدا من اه الاسرى يهجم عليهم. يعني معناش اشي لحو لنا ولا قوة وانتم معكم سلاح. ايش بدنا نيجي نساوي فيكو? قلولنا يعني يعني ايش نيجي نساوي فيكو? يعني ما رأنا عن جات ظروف صعبة لدرجة انه اي واحد بدعس على الخط الاصفر هذا المجرد كانوا يعقبوا الغرفة اسبوعه كامل. وازا بيمسكوا واحد على المربع الاصفر اللي سووه عند الباب وبيشوفوه عند شباك الباب عشان يتفرج على الفضل اللي براه كانوا يسحبوه ويضربوه وفوتوه على الزنازين. معني صوت التكبير بغرود وصوت الزمامير هايوا روح الازير هايوا روح بطال ازفت سيارات ونزيل شوارع مقبل بايارك والراياك بحنستكبر قدسنا موسيقى موسيقى